أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الزيارة الأخيرة التي قام بها رفقة عدد من الوزراء إلى محافظة شمال سيناء أقبتها توجيهات رئاسية بإحداث نقلة في أعمال تطوير المحافظة وأوضح مدبولي خلال اجتماعا لمتابعة قطة التنمية في محافظة شمال سيناء أشار إلى أن التوجيهات الرئاسية تشمل تطوير محافظة شمال سيناء من خلال تحديث محاور الطرق وتوفير الخدمات المختلفة حتى يشعر المواطن بتحسن جودة الخدمات المقدمة له كما أوضح مدبولي أنه سيتم البدء في مدينة العريش قبل استمرار العمل تباعا في باقي مدن وقرى المحافظة وذلك ضمن الخطة المستهدفة للدولة لتنمية المحافظة